الآن اعتمرت عن نفسك والحمد لله ماذا تصنع؟ بعض الناس يقول لك تخرج للتنعيم تعتمر عمرة ثانية لا تطوف كل ما تجد فراغ قوة نشاط تطوف حول البيت لا تخرج للتنعيم لعمرة ثانية لا تخرج للتنعيم لتفعل عمرة ثانية يجب أن تجد فراغ قوة نشاط تطوف إلا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يستثني حالة واحدة واحدة تطوف من الشيخ عثيمين يقول أن هذا لا يستطيع أن يأتي إلى المكة مرة أخرى لأنه جاء مثلا من أوروبا نعم ويريد يعتمر عن أمه ماتت ولم تعتمر يقول في هذه الحالة يصح أن يخرج إلى أدنى الحل التنعيم أو غيره يحرم ويأتي بعمرة واحدة أما أنه في كل يوم يذهب ويعتمر ويرجع هذا لم يرجع عن السلف والله أعلم لتعرف من أن يخرج إلى أدنى الحل التنعيم أو غيره يحرم ويعتبر أمه هذا ليس كيفية الأدنى الحل التنعيم شكرا